ترجمة نانسي قنقر وما تمثله من قيم وعادات وطنية وقومية جامعة اتساقا مع الاهداف النبيلة والمبادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا تأتي مبادرة أمناكم الله لتعزيز وعي المواطنين الذين يتواجدون خارج مملكة البحرين لقضاء العطلة الصيفية في مختلف البلدان حول العالم حيث تأتي هذه المبادرة السنوية من قبل وزارة الخارجية تزامنا مع موسم الصيف وبدء موسم الإجازات والسفر إرشادات السفر تبدأ من التخطيط للسفر وصولا إلى التواجد في البلد المراد زيارته وطرق الحفاظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين خلال فترة تواجدهم خارج البلاد حتى العودة إلى الوطن بما يصهم في نشر الوعي اللازم والتقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن إلى الحد الأدنى بالإضافة إلى تعزيز دور البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج والتواصل مع المواطنين في تلك الدول وتعريفهم بأقرب بعثة دبلوماسية لهم كما توضح الحملة التوعوية طرق الاتصال بالجهات المعنية في حال وجود أي استفسار أو التعرض لأي مشكلة وتسهيل عملية التواصل مع المسافرين والتنسيق لعودتهم في حالات الكوارث أو الأزمات لا سمح الله وتعرض الحملة التوعوية أمنناكم الله على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الخارجية بالإضافة إلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين ومطار البحرين الدولي وغيرها بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين كما يمكن الإطلاع على الحملة التوعوية من خلال وسم أمنناكم الله أو متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الخارجية أو من خلال البركود الخاص بإرشادات السفر أو من خلال الشاشات المتواجدة في مطار البحرين الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر